السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أحبة الصغار مشاهدي قناة شهاب الفضائية اليوم عدنا حلقة جديدة من برنامج سينما الصغار شرحنا فكرة البرنامج بالحلقة السابقة اللي كانت الحلقة الأولى وطبعاً فكرة هذا البرنامج هو عبارة عن اختيار فيلم خاص بالأطفال هذا الفيلم رح نتابعه ويمجموعة من الأطفال الحلوين ورح نشوف شنو أبرز الأحداث اللي بي شنو فكرته شنو الشيء العجبهم وشنو الشيء المعجبهم بي إضافة طبعاً لمناقشة فكرة هذا الفيلم اليوم احنا في برنامج سينما الصغار استضافتنا مدرسة متميزة وهي مدرسة تنمية الإبداع اللي موجودة في منطقة الجادرية وتلامذتها الأحبة الصغار رح يكونون معانا على مدار الحلقة الثانية اللي هي حلقة برنامج سينما الصغار إذن أحبتي المتابعين خليكم ميانا وفيلم هذه الحلقة اللي هو فيلم أميرة الروم خلينا نشوف هذا الفيلم ونرجع وهي لقاءات وأسئلة أحبتنا التلاميذ خلينا نشوف رجعنا وياكم أحبتي المتابعين الصغار وراء ما شفنا فيلم أميرة الروم عدنا مجموعة من الأسئلة أو نشوف أسئلة أحبتنا التلاميذ في مدرسة تنمية الإبداع اللي استضافونا هذا اليوم في برنامج سينما الأطفال إحنا شفنا أحبتنا الصغار فيلم أميرة الروم هذا الفيلم كان هو عبارة عن قصة لامرأة أميرة من بلاد الروم اللي طبعاً الدور هذه الأحداث ما بين ثلاث مدن هي روما وبعدين بغداد وبعدين سامرأ هذه السيدة كانت هي فعلاً أميرة من بلاد الروم لكن كانت تتميز بصفات أخلاقية عالية جمال وأخلاق وثقافة وكان همها الأول والأخير هو أنه تقيم العدل والقصد ما بين العالم طبعاً شفتوا قدتوا الفيلم رح أسألكم مجموعة أسئلة وإن شاء الله إذا عدتكم أي استفسارات أو نشوف الإجابات إن شاء الله بيناتنا الأميرة اللي ظهرت بالفيلم شنو كان اسمها؟ من يعرف؟ حبيبتي شنو اسمتها؟ ملك شنو اسمتها؟ الملك المليكة أحسنت عزيزتي إذن الأميرة كان اسمها مليكة السيدة مليكة اللي كانت أميرة من أميرات الروم كان اسم إليها اسم آخر من إجدي إلى سامرة من يعرف شنو اسمها؟ حبي شنو اسمك؟ علي علي شنو اسمها؟ سيدة نرجس السيدة نرجس أحسنت إذن السيدة مليكة كان إليها اسمياً واحد من كانت أميرة في بلاد الروم والثاني عندما جاءت إلى مدينة سامرة طيب إحنا شفنا أحداث الفيلم شوندار شفنا أنه أكو صراع ما بين الخير وما بين الشر هذه الأميرة كان المفروض أنه تتزوج واحد من أمرز القادر اللي موجودين في بلاد الروم واللي كان طبعاً بيطلب من جدها اللي جدها كان هو قيصر الروم لكن هي كانت تريد هذا العرس تريد هذا الزواج أو لا؟ من يجاوبي؟ يا حبيب شنو اسمك؟ لا عافية شنو اسمك؟ يوسف يوسف ما كانت تريد؟ ما كانت تريد؟ هذا العرس طيب يعني أنتو بتخمينكم أنتو بنظرتكم ليش ما كانت تريد هذا العرس؟ ليش ما كانت تريد هذا الزواج وهو كرايدوس اللي هو قائد الجيوش في روما كان من أمرز القادر اللي موجودين في ذلك العصر؟ شنو السبب؟ من يقدر يقولي؟ يا حبيبي شنو اسمك؟ أحمد أحمد لأنشان موزيا عفية ما كان يتناسب هذا القائد كرايدوس مع المستوى الثقافي والأخلاقي والمستوى العالي اللي كانت تتمتع به الأميرة مليكة أو السيدة نرجس كانت تحاول يكون زوج المستقبلي إلها يقيم العدل يقيم القصد في العالم هذا الشخص ما كانت تظن أنه هو الشخص اللي رح يعمل السلام والأمان والعدل في عصره طيب بعدها شنو صار؟ صارت حرب على منو؟ علىين؟ هذه المدينة أكثر من مرة يريد يصير هذا العرس لكن الله سبحانه وتعالى يفشل هذا العرس يقيمون المراسيم ويقيمون الاحتفالات لكن اللي يصير شنو يفشل هذا الزواج بالتالي صارت حرب بعدين السيدة نرجس يتم أسرها إلى مدينة أخرى هذه المدينة كانت شنو؟ كانت مدينة عزيزتي شنو اسمها المدينة؟ ميار ميار حبيبتي شنو اسم المدينة اللي راحت إلها؟ بغداد بغداد أحسنت يا ميار إذن تأسرت السيدة مليكة اللي هي أميرة راحت وين؟ إلى مدينة بغداد تنعرضها في سوق النخاسة سوق النخاسة اللي هو يسمه سوق الجواري يعني يوقفون ناس ويبدون يبيعون بهم ما كانت السيدة مليكة ثقافتها وأخلاقها العالية كانت تفرض احترامها على كل الناس اللي موجودين بحيث حتى الشخص اللي أسرها واللي يريد يبيعها كان يحترمها ويقدرها ما كان يقدر يبيعها إذا ما ياخذ رئيس سيدة مليكة رداءات شخصية قوية ومكانة أخلاقية وعفة وشرف اللي قبل ما تجي إلى مدينة بغداد شافت حلم شد الحلم اللي شافته تقدرون تقولولي؟ أنا راح أتصلكم حتى مت تروحون أو ناخذ وقت كثير الحلم اللي شافته هو أنه التقت بالسيدة مريم الحذراء سلام الله عليها والسيد المسيح إن هي كانت كتابية من أهل الكتاب من الدين المسيحي التقت بيها وبينت لها بأنه راح تزوج أحد أفضل الأشخاص في العالم ورح تنجب طفل هذا الطفل راح يكون مثل ما هي تريد يقيم القصط والعدل في العالم هنا لما استفاقت وبطريقة صارت الحرب وصار الأسر شد اللي صار؟ هنا منزوق اللي خاصة يا هو اللي يريد يشتريها كانت ما تقبل إلى أن منو إجيه؟ إجيه أحد المبعوثين من الإمام علي الهادي عليه السلام من سامرة من إجيه كان معاه كتاب يعني ورقة ملفوفة شنو بيها؟ قالهم بس أريد منو اللي اسمها مليكة خلي تأخذ هاي الورقة تقراها لمجد تقرأت هذه الورقة شنو مكتوب بيها؟ مكتوب بيها الحلم اللي هي شافته واللي ما حد ما يدري بي غير بس هي منقرة الحلم اطمئنت فقبلت أنه تنباع لهذا الشخص وهذا الشخص قام بأخذه المن إلى سامرة وهنا نبي من ارتقت بالإمام علي الهادي عليه السلام وبعدها تم زواجها على الإمام الحسن العسكري طيب صار الزواج المقدس وقت زوجت من الإمام الحسن العسكري عليه السلام طيب شنو الطفل اللي أنجبته شنو اسمه؟ من هو؟ من هو المنقذ؟ من هو المخلص لهذا العالم؟ من يقدري يقول لي؟ حفيفتي شنو اسمتش؟ على كلامي تجاوبوني ايش كم إمام ذكر بالفيلم؟ ايش كم إمام؟ احنا قلنا منه؟ من أسترو؟ هل من راحت؟ ايه حبيبتي؟ ثلاثة ثلاثة عفية منه؟ نقدر نقول؟ الإمام علي الهادي الإمام علي الهادي عليه السلام والإمام الحسن العسكري ومهدي الإباب البهدي صلاة الله عليه وإنا نحسنتي عزيزتي طيب إذن قلنا في هذا الفيلم ذكر ثلاثة أم أطهار طبعا الإمام علي الهادي عليه السلام كان تحت الإقامة الجبرية في مدينة سمراء لأنه كان هناك الحاكم الظالم في الأصر العباسي كانوا يحدون من نشاطة يحدون من حركة ممنوع أنه يتحرك ممنوع أنه يطلع خارج بيته لكن الله سبحانه وتعالى وفق وجدت السيدة مليكا لأصبح بعدين شنو اسمها؟ السيدة نرجس أحسنتم السيدة نرجس هو أنجبة أفضل طفل على هذا الكون طيب السؤال هنا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هل هو موجود في الوقت الحاضر؟ حبيب شنو اسمك؟ محمد محمد نعم نعم طيب وين موجود حاليا وين موجود؟ منو عين قدر يجاوبني؟ حبيبتي شنو اسمك؟ حبيب وين موجود الإمام صاحب العصري؟ حسنتي إذن الإمام صاحب العصري والزمان سلام الله عليه حاليا مختفي مختفي عن الأنظار لكن حاليا هو موجود في فترة من الفترات أول اختفاءه كان هناك غيبة صغرى يعني شنو غيبة صغرى؟ يعني موجود يلتقي بناس محددة اللي هم الوكلاء الخاصين به أربع وكلاء كانوا بعدما توفوا هؤلاء الوكلاء أصبحت هناك شنو غيبة كبرى الإمام صاحب العصري والزمان موجود حاليا معانا في هذه الدنيا ننتظر كل يوم وكل يوم نقرأ دعاء خاص حتى يظهر الإمام صاحب العصري والزمان ويقيم العدل والقصد في كل هذا العالم طيب من يقدر يذكر لي؟ مجموعة من الألقاب الخاصة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فعجغ الشريف أقول الألقاب من يقدر يذكر لي بعض الألقاب؟ حبيبتي أعلم أنتظر حسنتي بعض أمري عني الحياة عني الحياة نحن نقدر نقول صاحب الزمان حبيبتي تفضلي شكرا يا أمري من عنده بعض يقدر؟ لقب ثاني إذن أكو ألقاب كثيرة موجودة الإمام صاحب العصري والزمان سلام الله عليه وموجودة وإن شاء الله كلكم تكونون بالأنصار لون مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لماذا كريتوس خطف بنت قدامه من قصر؟ تمام إذن إحنا شفنا بالفيلم بأنه كريتوس اللي هو قائد جيش الرومي الرومي خطف هذه الطفلة ليش؟ لأنه سمعتها وأمها سمعتها بأنه كان يريد الشر بالسيدة مليكة كان يريد يتزوج السيدة مليكة حتى شنو؟ حتى يسيطر على الحكم يتخلص من القيصر ويصر هو شنو؟ الحاكم هذا كان اللي هو حجاء مع الشخص اللي وياه بالغرفة فمن فادت الخادمة وسمعته هدده خطف بيته طيب منو عنده سؤال آخر؟ يا حبيب شنو سؤالك؟ شما لشما مسيحيين؟ احنا عدنا نعرق بأنه في العالم أكو مجموعة من الأديان بعض من هذه الأديان أديان سماوية أديان السماوية هو الدين اليهودي والدين المسيحي ودين الإسلام وأيضا دين نبي الله إبراهيم عليه السلام ويعني مثلا نبي الله داود أيضا كان عنده كتاب مقدس اللي هو الزبور هاي أديان سماوية يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي بعثهم على موت يبلغون هذا الدين آخر الدين شنو ظهر؟ الدين الإسلامي فلازم الكل يصيرون شنو؟ مسلمين دين آخر دي شنو ظهر؟ دين الإسلامي فلازم كل الأديان اللي بقية ماذا يصيرون؟ يصيرون الإسلام لأن كل واحد كان في عصر معين من عنده بعد سؤال؟ يا حبيبتي شنو سؤالت خلي اجيامي شنو حالت سؤالت؟ سؤال صاحب الزمان كان عنده أخوان لا بس هو الإمام صاحب العصري والزمان سلام الله عليه ولد بظروف صعبة الإمام علي الهادي والحسن العسكري في سامراء كانوا تحت الحكم العباسي والحكم العباسي كان حكم ظالم ضد أهل البيت لهذا كانوا تحت الإقامة الجبرية ولما نجدت السيدة نرجس اللي هي السيدة مليكة أميرة الروم وزوجت الإمام الحسن العسكري تحت خفاء بالسر لكن الله سبحانه وتعالى برعايته وعطفه تم هذا الزواج وتم هذا الحمل فالإمام المهدي عليه السلام ما عنده أي أخوة هو الإمام الوحيد للإمام الحسن العسكري عليه السلام إذا من عنده بعض سؤال؟ دعونا نرى هنا السرع الأول منه عنده سؤال أي حبيبي هسا نجيكم بالسرع أي حبيبي شلو سؤالك؟ ليش أميرة الروم كانت مسيحية وراحت الإسلام؟ أميرة الروم كانت هي في بلاد الروم في مدينة بيزنطة الدين اللي كان سائد بها شنو؟ دين المسيحي لكن يا ما كانت إنسانة عادية جدهة كان شنو؟ كان أحد حواريون نبي الله عيسى عليه السلام يعني كانت مسيحية تخاف الله سبحانه وتعالى وموحدة بالله سبحانه وتعالى ذات عفة وشرف وتكامل بالدين لكن المدينة اللي هي عايشة بها كان شنو الدين الموجود؟ دين المسيحي جدهة أحد أجدادها كان حواريون نبي الله عيسى يعني من أصحاب نبي الله عيسى عليه السلام فمن شافت بالحلم بأنه هي راح تروح في مكان آخر وراح تلتقي بناس آخرين ظهرت السيدة العذراء مريم عليها السلام في الحلم ظهر سيد المسيح عليها السلام في الحلم وأيضاً قالوا لها أنه سيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وجدها بالحلم فأعلنت إسلامها آمنت بالدين الإسلامي فأصبحت من مسيحية إلى شنو؟ إلى مسلمة لكن احنا أكو مسألة مهمة هي كانت من خيرة قومها كانت امرأة ذات عفة وذات شرف وذات دين وذات أخلاق لهذا كرايدوس كان يخاف منها يقول هاي قديسة يعني شنو قديسة؟ يعني امرأة خاف الله سبحانه وتعالى بشكل فلهذا كان يخاف من إيمانها بالله سبحانه وتعالى شنو حزيز تسألك؟ سيدسان ليش فجروا هاي المدينة؟ الانفجار اللي صار بالمدينة هو عبارة عن حرب حرب صارت على مدينة روما وطبعا بالحرب كانوا يذبون عليهم نار عن طريق جهاز اسمه المنجنيق هذا كان يعني جهاز كلش قديم يخلون بي كرات مالنار ويذبوها على المدينة اللي يردون يؤذوها من عندها بعض سؤال؟ عزيز تسسد ليش صار هيج حارو؟ هاي طبعا في الزمن القديم كان عكو حروب ما بين دولة ودولة قد اختلافات دينية أو سياسية أو حتى اجتماعية فصار اختلاف ما بيناتهم واللي انتصار هو الجيش المعادي لبيزم إذن أحبة الصغار شفنا وياكم اليوم الفيلم اللي هو بعنوان أميرة الروم اللي تروي قصة والدة الإمام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه والأحداث اللي مرت بيها ما بين بيزنطة وبغداد إذن أحبة الصغار تلاميذ مدرسة الإبداع أو التنمية والإبداع إن شاء الله تكونوا استمتعتم وصلنا معكم أحبة الصغار المتابعين إلى ختاب حلقتنا لهذا اليوم من برنامج سينما الصغار أنا أن نلقاكم إن شاء الله على الودة والخير والمحبة ومدرسة أخرى جديدة وفيلم آخر جديد وحلقة جديدة من برنامج سينما الصغار لكم مني كل التحية وإلى اللقاء باي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر